كما وجه رئيس الوزراء الشكر لمديرة صندوق النقد الدولي على نجاح الشراكة بين مصر والصندوق مشيدا بالشراكة المثمرة لدعم مصر في خطتها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي شراكة بين مصر والصندوق شراكة دائما كانت في مثمرة وفي توجه لدعم مصر في كل خطتها وبرامجها الوطنية للإصلاح الاقتصادي وإن شاء الله نتوقع بإذن الله مزيد من الشراكة الناجحة والمسمرة في خلال الفترة القادمة واعتقد الرسالة اللي وجهتها سيادتها كانت واضحة نحن نتعامل مع عالم يعني يشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين والسرعة الشديدة جدا في وطيرة التغير وبالتالي لابد على كل الحكومات أن أيضا تتعامل مع هذه التحديات الغير مسبوقة وتكون أيضا أسرع من التغيرات التي تحدث لكي تحقق النجاح والنمود اقتصادي المأمول